بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحديث بعنوان ولادة النبي إبراهيم عليه السلام ولد سيدنا إبراهيم الخليل في مدينة بابل في زمن حاكم مستبر يسمى بن نمرود وقيل إن مدينة بابل كانت أرض الكلدانيين عندنا في الكافي تفصيل لهذه الولادة الميمونة يرويها إبراهيم الكرخي يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن إبراهيم عليه السلام كان مولده بكوثة ربا وكان أبوه من أهلها وكانت أم إبراهيم وأم لوط لسارة وورقة في نسخة رقبة أختين وهما ابنتان للاحج وكان لاحج نبيا منذرا ولم يكن نبيا رسولا وإبراهيم عليه السلام كان على الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها حتى هداه الله تبارك وتعالى إلى دينه واختاره واجتباه أما مكان الولادة كانت ولادة هذا النبي العظيم في العراق في بلد اسمها القديم أور الكلدان أو أور كلدان ويعبر عنها في الروايات بكوثة أو كوثة ربا التي في الجغرافية الحديثة تقع في جنوب الحلة الحلة التي تسمى بأنها مهد الحضارات أو مهد الأنبياء وما يؤيد هذه الإشارة أن هناك مقام لولادة إبراهيم الخليل وهذا ينسب لأبي الأنبياء إبراهيم وطبعا على الرغم من اختلاف المصادر التاريخية في مكان ولادة إبراهيم إلا أن هنا في هذه المنطقة في الحلة مغارة النور وهي على تلة وبجانبها برج يسمى برج نمرود أو برج المحرقة التي ألقي منها إبراهيم في النار وهذا فيه ذلالة على صحة هذا المكان لولادة إبراهيم الخليل هذا مقام شامخ وكبير يقع على ربوة مشرفة على طريق الحلة النجف يقع على ارتفاع 75 متر تقريبا وهو محاط بصور كبير وترتفع فوق هذا المقام قبة خضراء يقدر ارتفاع تقريبا بعشرين متر وأيضا هذه القبة طوقت بكتابة آية مباركة وهي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأيضا محاطة بصح يبلغ ارتفاع ثمان متر تقريبا وعرضه ستة متر ويطل على بابين باب أمامي وباب خلفي وهذا المقام الجميل الكبير أيضا يحتوي على رواق يحيط بمركز المقام من جوانبه الأربعة وأيضا هناك شباك من الخشب والحديد مزخرف في داخلها أيضا صخرة صخرة هذه قدرة نصف متر في نصف متر ولها ثقوب صغيرة يقال أنها التي ولد عليها إبراهيم الخليل وقيل أيضا أنها الصخرة التي أغلقت بها أم إبراهيم المغارة بعد أن وضعت ابنها في داخلها وما زالت هذه الصخرة في مكانها منذ آلاف السنين وهناك فتحة صغيرة في السقف تطل على الرواق الأعلى طبعا يروى أن هذه الفتحة طريق الملائكة الذين هبطوا لحماية إبراهيم من كيد الكائدين وهذا المقام وهذا المشهد أعيد بنائه سنة 1386 للهجرة وبالطبع يفد إلى هذا المقام الشريف الكثير من الناس سواء كان من العراق أو من خارج العراق لتقديس هذا الأثر وهذا الإرث الكريم واستذكارا لهذا النبي العظيم إبراهيم الخليل طبعا قلت بالرغم من هذه الشواهد إلا أن هناك رأي آخر يذكر أن الولادة كانت في أطراف بلدة الناصرية في جنوب العراق الإمام الصادق سلام الله عليه له رواية يتحدث يقول أن إبراهيم عليه السلام كان مولده بكوثة ربا وكان أبوه من أهلها وقيل أيضا من الرواية بحران يعني من الآراء أنه ولد بحران ولكنه نقل إلى هذه المنطقة ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ ذكر أن ولادة إبراهيم في بابل ابن بطوطة ذكر أن ولادة إبراهيم كان في البرز وأيضا بعض الأقاويل انتشرت منها أن ولادة إبراهيم كانت في دمشق أو على جبل قاسيون أو في حران أو في أهواز وطبعا هذه كلها أقاويل ضعيفة لا يعبع بها أما الفترة الزمنية والحقبة الزمنية التي ولد فيها إبراهيم عليه السلام وهذا كما في كتاب الكافي وكذلك في كتاب العدة روايات عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال ولد في أول يعني إبراهيم ولد في أول يوم من ذي الحجة وهناك أيضا إشارات تاريخية أنه ولد في القرن التاسع عشر قبل الميلاد في زمن حكم الطاغية نمرود ابن كورش وقول آخر أنه ولد في بداية الألف الثانية قبل الميلاد هناك كثير من الاختلافات بالشأن تاريخ مولده لكنها انحصرت يعني هذه الاختلافات انحصرت جميعها في الفترة الزمنية من 2324 إلى 1850 قبل الميلاد أيضا لا ننسى ما قاله العلم البدري ذكر أن ولادة نبي إبراهيم كانت في سنة 2275 قبل الميلاد وطبعا كانت المدة الزمنية بين إبراهيم الخليل وبين نوح على نبينا وعليهما أفضل الصلوات والتسليمات تزيد على ثلاثة آلاف سنة وهذا أشار له ابن كثير في كتابه البداية والنهاية المسعوري حدد مسعوري في تاريخه حدد الفترة بين عهد إبراهيم وبين موسى بخمسمائة وسبعة وستين سنة هذا من ناحية التاريخية لتاريخ الولادة الميبونة وهناك قصة يسردها التاريخ في شأن هذه الولادة العظيمة وهي أنه كان المرود بن كنعان كان ملكا ظالما ظالا وكان التنجيم في زمنه مصدر المعلومة الأساس ويوم من الأيام ينبع بولادة مولود سيكون زوال ملكه على يديه هذا هي مفترق الطرق هنا الحدارة وطبعا كأي طاغية انتابه الفزع وباشر بأخذ الإجراءات والتنابير التي تحول دون ولادة هذا المولود المنتظر فأمر بقتل كل مولود يولد في هذا العام وأمر بعزل النساء عن الرجال وألقى القبض على كل حبلة حتى تبع إذا كان المولود ذكر قتل وإذا كان أنثى تركت لكنه شاءت الإرادة الإلهية أن تكون ولادة بالله في هذا العام نفس هذا العام الذي تنبأ به المنجمون وفي أين؟ في نفس دائرة الطاغية الضيقة وهذا في إشارة إلى أن الحق يغزو الباطل في عقر داره كانت أم إبراهيم زوجة لآزر آزر هو عم إبراهيم وأبوه تارخ وفي ذلك الوقت كان المركز الاجتماعي لزوج الأم بمثابة الأب هكذا زوج الأم يكون بمثابة الأب في ذلك الوقت لذلك فقد سمى القرآن الكريم آزر سماه أبا لإبراهيم تماشيا مع العرف السائد وكانت أمه أختا لأم لوط يعني أم لوط وإبراهيم أخوات وكان مولد إبراهيم عليه السلام بقرية قرب الكوة تسمى كوثة ربا كما أشرنا أما مكانت عمه آزر الذي سمي بالقرآن بأبيه وكان محسوب آزر محسوب على قصر النمرود وكان من كبار الموظفين ومسؤول عن مبيعات الآلهة وهو منصب رفيع وله صفة دينية ووظيفية في نفس الوقت لذا فإنه كان بعيد عن دائرة الشكوك لكن وضعت أمه أم إبراهيم وضعت به ومن دهش الجمال والطلع البهية والملامح العظيمة الجميلة لهذا النبي العظيم فرحت وخافت في نفس الوقت فرحت من بهائه وجماله وخافت عليه وتيقنت أنه هو المولود الذي يقصده القوم بالتفتيش عنه فأخذته بعيدا عندما فازت جبل خارج المدينة تركته فيه استودعته الله تبارك وتعالى وهذا تصرف غير مألوف عند النساء وبقي إبراهيم في ذلك الكهف في ذلك الجبل الموحش يحرسه الله تبارك وتعالى ويرعاه هذا صار ينشأ ويترعرع يمص إبهامه ليرضع حليبا مباركا وإذا عادت الأم أم إبراهيم تعود إليه وجرت وليدها على أحسن حال وأتم نعم فتطمئن ويرتاح بالها وفؤادها وتترسخ ثقتها برعاية السماء لهذا الوليد المبارك ومضت الأيام وكبر هذا الصبي بنصف الفترة التي يكبر بها غيره إلى أن قررت أم إبراهيم قرارا خطيرا أجازفا لكنه لا بد منه قررت أن تعود بوليدها إلى البيت وهنا كان الأب لهو العم آزر على موعد مع هذه المفاجأة العظيمة لكنه أدركها بعد فوات الأوان دخلت أم إبراهيم ومعها فلقت قمر أخذته الدهشة ونظر إلى هذا الغلام فأحبه الله ألقى محبته في قلب آزر ولم يرى أحسن منه واجه ودهش وسأل عن تفاصيل الولادة وبقاءه وحيد إلى هذه الفترة إلى أن فكر كيف يتعامل مع هذا الموقف الخطير وهو يعلم أنه ينتهك القانون القانون الذي افترض أنه أحد الأمناء على تطبيقه لأنه من الدائرة الحاكمة ماذا يكون موقف النمرود؟ طاغية منه وهو المعروف بقسوته وببطشه إلى أن أفصه عن هواجسه لزوجته وإلى أن طمنته أنه هي التي ستتولى أمر رعاية هذا الوليد واقتنع في نهاية الأمر واقتنع ما عنده حل آخر يعني حتى لو قام بإخبار عن نمرود لن يسلم من العقاب ومن اللوم على أقل يعني معنا وهنا نستطيع أيها الأحبة أن نلمس من هذه اللقطة التاريخية أن آزر لم يكن والدا لإبراهيم لأنه لم يتفاعل معه عاطفيا وإنما وجد مشك أنها مشكلة تحتاج إلى حل تعامل معها كأي رجل أجنبي ترك أم الوليد تتحمل المسؤولية وهكذا التاريخ الأخرى ذكرت مع تفاصيل متعددة منها أن آزر كان هو المنجم وهو الذي حذر الملك قال للملك يوما أني أرى في حساب النجوم أنه سينشأ رجل ينسخ دينك أيها الملك ويدعو إلى دين جديد سأل هنا الملك آزر وهل ولد هذا المولود قال آزر لا لم يولد قال الملك ينبغي أن يفرق بين الرجال والنساء حتى لا يحصل بينهما ناسل وأمر بمفارقة الرجال للنساء لكنه شاءت الإرادة الإلهية أن تحمل أم إبراهيم بهذا المولود وأخفت حملها عن الناس أصلا لم يبر عليها الحمل في روايات أخرى وذهبت به إلى مكان مستتر ووضعت بإبراهيم وقمطته ورجعت إلى دارها وصارت تختلف إليه بين الفينة والأخرى وهو ينمو نموا سريعا إلى أن بلغ مبلغ الفتيان واشتد حكم النمرود في ذلك وضع الأولار كان يقتل كل ولد ذكر وشاء الله تبارك وتعالى أن يبقى إبراهيم في أمن من هذا الملك استفاق أما بالنسبة إلى عمر أبيه حين ولادة أمه به يعني عمر تارخ ولد إبراهيم وكان تارخ عمره 75 سنة 75 عام وأيضا وإذا له أخوان أيضا آخرهما ناخور وهاران وكان الأخير له وهاران أبا للوط عليه السلام إذ كان ابن أخ سيدنا إبراهيم يعني لوط ابن أخ سيدنا إبراهيم عليه السلام أيضا العلامة المجلسي بالمناسبة يورد أقوال في كيفية إخبار النمرود بقرب ولادة إبراهيم منها أنه فيما ذكر العلامة المجلسي ببحاره قيل له أنه يولد مولود هذه السنة يكون هلاك ملكك على يده واختلفوا قال بعضهم إنما قالوا ذلك عن طريق التنجيم والتكاهل وقال آخرون بل وجر ذلك في كتب الأنبياء وقال آخر رأي ثالث يورده العلامة المجلسي أن النمرود رأى كوكبا طلع فذهب بضوء الشمس ربما في الرؤية يعني فسأل عنه فعبر بأنه يولد غلام يذهب ملكه على يده عند ذلك أمر بقتل كل غلام يولد في تلك السنة وأن تعزل النساء عن الرجال وأن يتفحص أحوال النساء من وجرة حبلة تحبس حتى تلت فإن كان غلاما قتل وإن كانت جارية خليت وإلى أن وضعت أم إبراهيم وخرجت هاربة إلى ذلك الغار ولفت في خرقة وجعلت على باب الغار صخرة وانصرفت والله تبارك وتعالى جعل رزق إبراهيم في إبهامه جعل يمصها فتشخب لبنا وجعل يشب في اليوم كما يشب غيره في الجمعة ويشب في الجمعة كما يشب غيره في الشهر ويشب في الشهر كما يشب غيره في السنة مكثى ما شاء الله أن يمكث وكانت تختلف إليه من حين لحين آخر إلى أن أخذته معها إلى دارها كذلك في تفسير علي بن إبراهيم يورد رواية عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام يقول أن آذر كان منجما للنمرود بن كرعان وقال لأني أرى في حساب النجم أن هذا الزمان يولد رجلا ينسخ دينك ويدعو إلى دين آخر ونمرود قال لي في أي بلاد قال لي في هذه البلاد اللي هي بكوثة ربا يعني وقد خرج إلى الدنيا قال لي قد ولد وقال لا ينبغي أن يكون قد ولد واستشاطى أيضا يعني وصار يفرق بين الرجال والنساء وأم إبراهيم حملت به ولم يبن حملها وأخذته إلى تلك المغارة وصارت تختلف عليه إلى أن شب وعانت به بعد ذلك إلى دارها وهو كفلقة قمر وبعد ذلك تأتي الأحداث المتلاحقة عن نشأته وعن تبليغه لرسالة السماء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر